أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه والرسول والذي الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرغان يوم التغى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الغصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك غليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التغيتم في أعينكم غليلا ويغللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَغِيْتُمْ فِيَتًا فَاسْبُتُوا وَذُكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَيَضِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ لِي حُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِلِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَالِهِمْ بَضْرًا وَلِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُتُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيضٌ وَإِذْ ذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فلما ترى أت الفيتان نكص على عقبيه وقال إني بليء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر التواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تقافن من قوم خيالة فأمذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبغوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استضعتم من قوة ومن رباض الخيل ترهبون به عدو الله عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على الغتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم غوم لا يفقهون الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابدين ما كان للبيين أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبغ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما ونمتم حلالا ضيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في غلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على غوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بليء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينغصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى متتهم إن الله يحب المتقين فإذا أنسنق الأشهر الحرم فاغتلوا المشركين فاغتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخدوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعيد رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستغيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وإكثرهم فاسغون اشتروا بآيات الله ثمنا غليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتموا الزكاة فإخوانكم في الدين والفصل الآيات القوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخسهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبضت أعمالهم وفتنانهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمل بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهد الغوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ولضوان وجنات لهم فيها نعيم مظيم خالدين فيها أبدا إن الله عيده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فاتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الغوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواضن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم توني عنكم شيئا وضغت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدولين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا لدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعضوا الجزية عن يديه وهم صاغرون وقالت اليهود غزير بن الله وقالت اليهود غزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشتكون يريدون أن يضفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كنها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كنها المشتكون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباضي ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفغونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكبى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين الغيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواضئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي الغوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاغلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا غليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل غوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء غدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغان إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وتغالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا غريبا وسفرا غاسدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استضعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما دينت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم من المتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترتدون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدتا ولكن كره الله بعاثهم فثبضهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وغلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقضوا وإن جهنم المحيضة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فلحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ولحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا ضوعا أو كرها لن يتغبل منكم إنكم كنتم غوما فاسقين وما منعهم أن تغبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرغون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو متخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعضوا منها رضوا وإن لم يعضوا منها إذا هم يسخبون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرغاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فنيوة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاجد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا في هذانك الخزي العظيم يحذروا المنافعون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله أو آياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمالكم إن عفوا عن ضائفة منكم نعذب ضائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مغيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أولا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حمضت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم لبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعادي وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم للبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المهنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويضيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن ضيبة في جنات عدد ونضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكثار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نغموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فغله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من وليه ولا نصير ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله إلى نصر تغن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بقلوا به وتولوا وهم معرضون فأعربهم نفاغا في قلوبهم إلى يوم يلغونه بما أقلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيصخرون منهم صخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي الغوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل لار جهنم شت حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا غليلا وليبكوا كثيرا جزاء مما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى ضائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم من قعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تغم على قبله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهغ أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كون الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع الغاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوانئ فيما ضبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعدت الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من التمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السمين على الذين يستأذنك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وضبع الله على بلورهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم